أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل بي الوحدة السادسة مصادر وعمية المياه المعالجة مياه الصرف الصحي ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة في هذا المقطع كذلك الهدف الأساسي للنظم المعالجة الطبيعية وعرفنا أنه الهدف الأساسي هو إزالة الملوسات الهدف الأساسي للنظم المعالجة الطبيعية تهدف النظم المعالجة الطبيعية إلى إزالة الملوسات من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة لحد الذي يجعلها خالية من الضر أن تكون خالية من الضر حيث يسمح بتصريفها إلى المسطحات المائية مثل البحار والأنهار والبحيرات يعني إذا كانت مياه الصرف الصحيح تعالجت وخالية من الضر إذن يمكن أن نصرفها في مياه البحار والأنهار والبحيرات أو يمكن إعادة استخدامها في أغراض شطة كالزراعة والتشجير أو في عمل البحيرات الصناعية تلوث مياه الصرف الصحي تحتوي مياه الصرف الصحيح لعدة عناصر صليبة وزائبة يمثل الماء في 99% والبقية عبارة عن ملوثات أهمها طبعا ذكرناها قبل كده قلنا ستة هي مواد عالقة مواد عضوية غير قابلة للتحلل كائنات حياة مسبب الأمراض مثل البكتير والفيروسات مواد مغزية النباتات مواد عضوية مقاومة للتحلل أي لا تتحلل ستة معادين سغيلة ومنها قلنا زي رصاصة أو الزيبق أو الزينك تلوث المياه عن طريق النفايات الصناعية ورأينا هنا بواقع الكفرات بالنسبة للسيارات بواقع الاستخدامات البشر بالنسبة هذه بالنسبة للمأكولات بواقع مثلا الأكواب وإلى آخره بعض الصناديق المستخدم للعصائر للحليب وإلى آخره فالأخشاب وبقايا الأكل زي الأسماك هنا كلها نجدها من بعض الملوسات الموجودة في الملوسات الصناعية الأخرى بشكل واضح في هذه الصورة توضح المكونات بالنسبة للملوسات بالنسبة للمياه الصرف الصحي ترجمة نانسي قنقر